عملية المرارة دي عملية بسيطة زي ما بنسمع أنا لكن بعد كيه بيحصل في توقات عنيفة جدا وبنشوف شكل المريض نفسه بقى غريب من ناحية الفتء لشكل الجمالي بتاع الجرح المنظر هكتكلمنا النهاردة عن جراحة المرارة بالمنظر وأهمية اختياره للدكتور والمكان اللي أنا هعمل فيه العملية يا دكتور الحقيقة الاستقصال المرارة بالمنظر هي تعتبر المرارة أو عملية الاستقصال المرارة بالمنظر هي الأكثر شيوعا في جراحات المنظر لأن هي من أوائل العمليات اللي اتعملت وهي عملية نقدر نقول أنها عملية متوسطة هي مش عملية بسيطة وسهلة ولا عملية معقدة جراحيا أو متقدمة زي الجراحات التانية لكنها أكثر شيوعا فالناس كلها متخيلة أن جراحة المنظر هي تعتصال المرارة لا يعني فيه فرق شاسع أن الناس متخيلة أن أعمل جراحة بالمنظر يعني أشيل المرارة بالمنظر المنظر ما عافش أعمل غير المرارة لا المنظر هي أعمل كل الجراحات كلها تمام سقصال المرارة بالمنظر طبعا بيبقى عملية كويسة جدا بتدي تعافي كويس جدا جدا المقارنة بالجراحة زمان كانت بتتعمل المرارة عن طريق الجراحة وللأسف بنشوفها برضو دلوقتي آه عددها أقل بكتير لكن منشوف ناس برضو بتعمل سقصال المرارة جراحيا وده طبعا مش الأفضل ولا الأمثل سقصال المرارة جراحيا ده بيبقى فيه شق العضلة شق عضلة البطن فما بترجعش تلتقن بالصورة الطبعية الألم فيها بيبقى شديد جدا عرضا أن يحصل تجمع دموه في العضلة أو يحصل التقاف في العضلة أو يحصل تلوث ده اللي هو بيعمل فتح بعد كده الجراحة بالمنظر بتبقى أسهل بكتير خانا نقول المرارة ليه بنشير المرارة أصلا لأن المرارة بتبقى عرضا أن فيها حصوات أو عرضا أن يكون فيها التهابات مزمنة ما بتستجيبش العلاج أو عرضا أن يكون فيها أورام الحصوات دي بنقلق منها أن ممكن الحصوة تنزل من المرارة تعدي في القنوات المرارة تعمل حاجة اسمها صفرانس دادية بتسد مجرى العصارة الصفرائية بتخليها ترجع تاني على الكبد فترتفع في الدم فده ممكن يعمل تلايف طبعا في الكبد وعمل مشاكل كبيرة جدا ويعمل خراج وخلريج وحاجات كبيرة جدا بتبقى حالة وقتها بتبقى أصعب بنتطر وقتها أن نعمل حاجة اسمها منظر قنوات مرارية مع ده كترة مناظر الجهاز الحضمي للبطنة ونركب دعامة ونشيل المرارة ممكن نعمل كل دول في نفس السيشن أو في نفس الوقت لكن لو ما وصلناش لمضاعفات دي فأنا بالفضل نحن بنشيلها عشان ما نوصلش للمضاعفات دي أحيانا المرارة بيبقى فيها زواية جلدية بيبقى شكلها مش ظريف طبعا بيفرق عددها بيفرق حجمها بيفرق شكلها في الأشعة فده عرضة أن هي تعمل أورام فطبعا بفضل نحن نشيلها في حالة بيبقى فيه التهابات مزمنة في المرارة والالتهابات المزمنة غير مستجيبة للعلاج الدوائي فده برضه بنحتاج أن نحن نشيلها فالحاجات دي كلها لما المرارة بنتكلم أن هو نسيج قد يكون أن هو نسيج ملوس أو نسيج في التهاب فده عرضة أنه يعمل التهاب مكان الجروح يعني استقصال المرارة أو استقصال الزيدة غير صلاح الفتئ صلاح الفتئ بيبقى عملية كلين عملية نظيفة عملية ما فيش فيها التهاب فيش فيها تلوث فالنتاج بتاعتها ما بيبقاش فيها التهاب لكن استقصال المرارة أو استقصال الزيدة ده بيبقى عضو فيه التهاب فالالتهاب ده عرضة أنه يعمل التهاب أو تلوث في الجرح اللي هو بتاع استقصال المرارة ولكن ده بيبقى نسبته قليلة جدا جدا وفكرة ان الجرح يبقى صغير ففكرة انه يحصل فيه تلوث قليل طب هل ممكن يحصل فتح مكان المنظر في حالة نادرة جدا جدا اللي بيتم فيها توسيع الفتحات بتاعة المنظر بتأثر حاجة اسمها بورتسايت هيرنيا اللي هو ممكن فتح صغير مكان الجرح اللي طلعت منه المرارة ده احتماله بيبقى قليل جدا احنا بنقدر نتلاشى الوضع ده بين احنا بنقفل العضرة كويس بنقفل الجرح كويس مكان المرارة ما بتخرج او مكان العضو عمتا ما بيخرج بحيث ان احنا نقلل الانستانس او فكرة انه يحصل اي فتح مكان العملية فطبعا ما تقدم التكنولوجيا وتقدم العلم والطب بقية الامور ده افضل بكتير جدا من زمان